طب أحمد أسمع رأيك في التجربتين عموماً إيه اللي تلع بيهم المنتخب وليه قدر يبني عليه كابتن حسام وإيه الحاجات اللي انت شايف أنه يعني قبل ما نروح لشهر 6 ومبارات رسمية وتصفات كاس عالم على كابتن حسام أنه يلاقي حلول لها أو يعالجها بوسي أحمد خلينا اتفق أن التجربة طبعاً تجربة مفيدة جداً لأن كابتن حسام حسن خاضر الدورة ديت الدولية وهو عارف أنه لسه محطش إيدي على القوام الأساسي يعني كبداية طبعاً شايف أن البداية في مبارات نيوزلندا قدم مباراة كويسة ومتوسط المستوى النهر ده يلعب قدام ثالث العالم منتخب كرواتيا ومنتخب قوي جداً منتخب أقوى خط وسط يعتبر في العالم بيتميز طبعاً بعد الستي أوه بعد الستي فطبعاً المنتخب الكرواتي ده رودري الواحده بخط نصر أو الله أنا أحبه جداً رودري ده فأشوف أن المنتخب المصري لأ فيه طبعاً نتائج إيجابية جداً كابتو حسام عاصل اعتمد بالخص في البطولة للودية دي على التجانس في العيم النادي الأهلي وده كان واضح جداً في اختياراته وكمان في التشكيل الأساسي اللي دايما كان بيدي به كان بي فيه دايماً قوامة ستة أو سبع لابين من العيم النادي الأهلي في الملعب بالضبط النهاردة كان الخمس لابين المباراة اللي فاتت كان ستة لولا أصابت إمام عشور وإصابة طبعاً عشور مهمة جداً يعني غيابهم وأثرة جداً 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 في التوب فورم زي مران عطية وزي إمام عشور وزي عبد المنعم لعبة مميزة جداً البداية بتاعتها مش موجودة حالياً جاهزة في الدورة المصرح عندنا مشاكل أو بعض الأزمات في بعض المراكز في الدورة واعتمد على خبرات وتألق المحترفين في الخط الهجومي مرموش وتريزجيه ومصاب حمد وده باين جداً في التشكيل الأساسي اللي كان بيدي به كورة مصطفى فرقت معنا قوي طبعاً فرقت جداً لو كانت اتنين كان ممكن تقلب سيناريو بزي مزموك خبات كبيرة دي يعني لما تضيعوا قدامها طبعاً بتستقبل فهو صعب جداً تحكم على التجربة بدري على كابتو حسوم حسن هو لسه بيشوف لسه بدري جداً لكن في إيجابيات النهاردة المنتخب المصري بيلعب بطريقة مختلفة عن مباراة نيوزلندا بيلعب النهاردة على التحولات بيلعب قدام منتخب قوي فهو مديله طبعاً حجمه كويس جداً لكن كمجمل لا منتخب المصري طلعب إيجابيات النهاردة أحرز هدفين يعني بشوف أن رامي ربيعة وعبد المنعم وهدفين من كرات سابتة فدي طبعاً في إيجابيات لكن مع باقية المباريات وقبل تصفات كاسر العالم أعتقد هيبدأ برضو في لعبة تدخل ده بنسبة كبيرة أنا بشوف يعني موجة نظر نحجازي من لعبة الكبار حتى لو ما كانش بيقدم أفضل مستوياته في كاسر العالم لكن يظل لعب كبير وأنني بالرغم من ممكن نغيابه لكن فكرة المبدأ أن أنت تحط اللعب الجاهز واللعب اللي بيشارك ده حاجة كويسة جداً بتدي حافز ودفع للعبين كتيرة جداً في الدوري أنها لما تتقلق هتخلق لك لعبة كتيرة جداً ممكن تظهر لك وتبدأ تنور معك في الدوري وفي متخب مصر